موسيقى مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج اليومي الحدث والذي سنتحدث فيها عن عدة محاور ملازمة لإسمي هذا البرنامج في بداية هذه الحلقة يسعودنيا نرحب بضيفي وضيفكم في الاستوديو الدكتور عبد المحسن بن محمد السميح عميد مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لحوار الحضارات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أهلا بك دكتور أهلا وسهلا بكم ياكم الله وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة نعم دكتور بداية لنتحدث حدود المملكة العربية السعودية تعرضت لتجاوزات عسكرية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه الأراضي السعودية ووقف بحمد الله لها المرابطون والمدافعون عن هذا الوطن ببسالة وشجاعة نتج عن ذلك استشهاد عدد قليل من جنود البواسل لوقف مثل هذه المحاولات الفاشرة دكتور كيف تعلق على هذه البسالة وهذا الشجاع الوقف مثل هذه المحاولات البائسة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه ثم ما بعد فتقدم بالشكر الجزيل لوزارة الثقافة والإعلام وحياة اللذاعة والتلفزيون على متابعة الأحداث في سلسلة من البرامج لا سيما هذا البرنامج الحدث الذي يتابع الأحداث ويواكبها ويحللها ويضع المشاهد والمشاهد الكرمى من أبناء هذا الوطن وغيره من أبناء المسلمين وعموم العالم في الصورة بما يجري من أحداث بالذات بما يواكب عاصفة الحزم وعاصفة الأمل فللجميع الشكر والتقدير لعل فيما نقدمه أيضا شيء يسير والنفع للمستمع والمشاهدين والمشاهدات يعني إجابة على هذا السؤال السؤال الجميل الذي يتحدث عن جنيدنا البواسل وردعهم وصدهم لهذا العدوان من ميليشيات الحوثية أو من فلول الرئيس المخلوع وأتباعه وجنوده يعني لعلي أشير إلى قضية مهمة أن اليمن للأسف الشديد مخطوف يعني خطفت اليمن من قبل الحوثيين هذه الميليشيات ومن قبل الرئيس المخلوع وفي الحقيقة هم لم يحترموا الدم اليمني وهدروه فمن باب أولى أنهم يعتدوا على الدم الآخر وأن لا يكون هناك أي روابط لا أسرية ولا عقدية ولا دينية ولا حتى عروبية فلم يحترموا الدم اليمني ولذلك كان لهم محاولات في أنهم يناوشوا على الحدود على الحد الجنوبي سواء كان في جازان في ظهران الجنوب في نجران وعلى الشريط الحدودي كاملا فلذلك الجنود البواسل تصدوا ولله الحمد والمنى العدد قليل وقليل جدا الذين استشهدوا في هذه التدخلات أو المحاولات وما ذاك إلا أن جنود هذه البلاد المباركة يدافعون عن الحرمين الشريفين عن هذه البلاد المباركة عن قبلة الإسلام والمسلمين ما هو أفئدة الناس أجمع فلا غرابة أن يكونوا بضراوة وببسالة يدافعوا عن هذا الوطن المبارك فلذلك من شتى القطاعات العسكرية القوات السعودية عموما بذلت الغالي والنفيس قدمت الرخيص وقدمت أيضا النفيس لتحمي هذه الحدود وتحمي أي تجاوزات سواء كانت مناوشات عن طريق الحدود أو عن طريق المراكز وما إلى ذلك فالتصدي كان قويا وكبيرا وواضحا منوعا أيضا سواء كان بالمدفعية بالطائرات الأباتشي وغيرها فلذلك الحمد لله ثقتنا كبيرة بكل القوات العسكرية وبقطاعاتها المختلفة وبأدائها وهؤلاء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله عز وجل ثم في سبيل الذود عن هذا الوطن المبارك وهذه البلاد المباركة بإذن الله نحسبهم والله حسيبهم أنهم شهداء وأنهم عند الله عز وجل فيعليين دكتور عبد المحسن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وجه سمو ولي العهد وولي ولي العهد وأيضا أمراء المناطق جيزان عسير نجران أيضا وزير الحرس الوطني بالزيارة والمواساة لأسر وشهداء الوطن وكذلك أيضا الزيارات المستمرة للمصابين في المستشفيات أهمية هذا التوجيه لخادم الحرمين الشريفين للقيام بواجب العزاء والمواساة بالفعل سلمان الحزم والعزم أيضا هو سلمان الوفاء وسلمان العطاء ولذلك كان حازما وجه سمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد وبقية الأمراء والوزراء بتقديم واجب العزاء والمواساة لشهداء هذا الوطن وأيضا لأسرهم وهذا ليس بمستغرب في الحقيقة وديدا هذه البلاد المباركة هو الوفاء ولذلك جاء الوفاء من أعلى القمم ولله الحمد والمنى من أعلى قمة في هذه الدولة من الهرم وكان هذا لابد من القيام برحلات وسفر فيه من العناء وهذا ليس بمستغرب على أولاة الأمر في هذه البلاد المباركة فقدروا أهل الشهداء وهذا يأتي أيضا امتداد لجهود المملكة العربية السعودية في تأسيس وتثبيت استراتيجية الوفاء مع أبناء الوطن سواء كانوا العسكريين أو غيرهم لكن الحديث الآن عن العسكريين وضعت لهم الأنظمة وشيدت اللوائح كلها في سبيل خدمة هؤلاء الجنود إن حضيوا بالشهادة في سبيل الله عز وجل ثم في سبيل هذه البلاد المباركة فوضعوا أنظمة وصطروا فيها نقاط عديدة لا يستهن بها ربما تكون فريدة على مستوى البلاد وليس بمستغرب لعل آخر ما تم تنظيمه واعتمد من مجلس الوزراء الموقر قبل جلسة أو جلستين إن لم تخن الذاكرة تنظيم صندوق الشهداء والمصابين بهدف مساعدة أسر الشهداء والقيام بالعديد من الأنشطة والفعاليات والتصدق ليكون أجرها لهؤلاء الشهداء نحن مقبلون على رمضان وإفطار رمضان وما إلى ذلك العمرة والحج فهناك يعني العديد من الأنشطة والفعاليات التي يعني يتم تنظيمها من خلال هذه الدولة رعاها الله ومن ولاة الأمر فهذا الاحتمام الذي جاء من ولي العهد وولي ولي العهد وأيضا زيارة اسمه ولي العهد التي الآن نشاهدها على الشاشة كل هذه تأتي امتداد لتوجيهات خادم الحرمي الشريفين حفظه الله ورعاه وللرعاية الكريمة التي تعودنا جميعا من أبناء هذا الوطن وبالذات مع المصابين ومع أسر الشهداء نعم دكتور عبد المحسن من خلال هذه الزيارات لولي العهد وولي ولي العهد وأمراء المناطق ووزير الحرس الوطني تجد هناك تبادل بين أمور هؤلاء الشهداء أنه الافتخار أيضا نتمنى أن الأخوان أو الأولاد أو القربة أن يذهبوا أيضا لنيل الشهادة والدفاع عن هذا الوطن هذا صحيح بمعنى أن الطيبة ليست فقط في الجنود وإنما كلنا مواطنين كلنا جنود في سبيل الذود عن حما هذا الوطن ولذلك لا غراب أن تستمع إلى كلمات عاطفية حانية برغم من ألم الفراق والاستشهاد في سبيل الله عز وجل والموت والبعد إلى آخره إلا أنك تستمع إلى ذوي هؤلاء الشهداء الوالد الوالدة الأبناء الإخوة تستمع إليهم تقرأ عن حديثهم وكلماتهم يسطرون أروع الأمثلة وأجملها في الذود عن حما هذه البلاد وإن ذهب منهم واحد فالآخر مستعد ليحمي هذه البلاد ويقوم مقام الأخ أو غيره أو حتى الأب وهذا ليس بمستغرب يعني الإنسان بنبيئة وكذلك دكتور عبد المحسن ردود المصابين أيضا زيارة لهم زيارة الآن مثل ما تفضل مشاهد يسموه للأهد يعني تجد أيضا المصابين يلحون على أنه سنعوذ ثانية إلى الحماية إلى الدفاع أن هذا الوطن قمة هذا الحرص وقمة هذا التجاوء يعني كما ذكرت الإنسان بنبيئة فيعني كون أبناء هذه البلاد المباركة يحمونها ويدافعون عنها بلا شك أنها يعني تعطي الفرصة أكبر أننا يعني الأخ الأب الإبن أنه أيضا يذهب ويدافع مثل هذا التكريم الذي يحصل عليه يعني المصاب يتمنى أن يتعافى بأسرع وقت ممكن حتى يعود وحتى يعني هناك صور كبيرة وجميلة يعني تغطي إعلامية كبيرة لهؤلاء المرابطين يعني كيف يرابطون ويحمون هذه البلاد المباركة يقدمون أنفسهم وهي أغلى ما يملكون ذودا وحماية عن هذه البلاد المباركة المنطقة الحدودية ليست يعني ليست غريبة علينا متداخلة متشابكة مترابطة ولذلك لعلي أعود إلى الكلمة التي بدأت بها أن اليمن يعني هناك محاولة لاختطافه اليمن ربما أنه لا يشكل ذاك الثقل العالمي أو الدولي لكنه يشكل الثقل العربي والإقليمي فإن كان بعض الجهات أنها توسعت في العراق وإلا في سوريا وتمكنت تريد أن تتوسع في اليمن فالوضع مختلف تماما يعني اليمن مكانته كبيرة إن كان على مستوى العرب أو على مستوى المسلمين فالوضع مختلف تماما في اليمن ولذلك مثل هذه الصور التي تأتي يعني هذا هو قمة التكريم من سمو ولي العهد الزيارة والتكريم لهؤلاء الجنود البواسل لذلك طبيعي أنه يكون لهم ردة فعل عاطفية وأيضا عقلية بقناعتها ما أننا نتمنى أن نتعافى في أقرب فرصة ممكن حتى نعود ونذود عن حما هذه البلاد المبارك نعم لعلي دكتور عبد المحسن يعني أنتقل إلى محور آخر يعني لا بد أن هناك تجاوزات دائما في الحروب أو في ضربات الجوية لكن حقيقة الملاحظ والمشاهد من التحالف العربي بقيادة المملكة توجيه الضربات هذه بدقة والحرص على أن لا توجه للمواطنين وإنما هي موجهة لما يعني يعمله الحوثي وأنصار الرئيس المخلوع دقة هذه الضربات دكتور عبد المحسن في الحقيقة منذ بداية عاصفة الحزم والدقة متناهية تماما في الضربات تم التحكم على السماء تماما المجال الجوي أحكم في 14-15 دقيقة في ربع ساعة ربما أنه يعني يسجل هذا سبق للقوات الجوية السعودية وأيضا التحالف العربي والإسلامي في ظرف ربع ساعة تم التحكم بالمجال الجوي تماما ولذلك كانت الضربات دقيقة تماما ركزت على القواعد العسكرية على التجمعات الميليشية للحوثي وأنصار الرئيس المخلوع تجنبت المناطق السكنية الأحياء رغم أنهم في بعض الأحيان حاولوا أن يجعلوا دروع بشرية لصد العدوان أو لصد الضرب ومحاولة اجتثاثهم ولذلك امتنعت القوات الجوية السعودية أو التحالف العربي امتنع عن ضرب تلك الدروع البشرية في المحاولة الأخيرة التي في الجنوب مؤخرا تحرك الحرس الجمهوري اللي هم أتباعك يا الرئيس المخلوع كان هناك ضرب حاسم لأنه هنا منكشف في الوضع تماما ليس هناك دروع بشرية ليس هناك مناطق سكانية إنما في المقابل ولذلك كان الحزم واضح والحزم أيضا واضح للقوات الجوية وأيضا للقوات البرية وما إلى ذلك المدفعية وغيرها فدقت تلك الضربات أنه مرت أيام وأسابيع الطلعات الجوية كبيرة إلى الآن ولله الحمد والمنا لا يوجد هناك إشكالات في وصول إلى مناطق سكانية الأهداف دوما تكون عسكرية دوما تكون مخابئ يعني تحمل أسلحة وخلافة فلذلك كانت الضربات يعني الدقيقة وحاسمة وهذا من توفق الله عز وجل أن النية سليمة هي استعادة اليمن لأهل اليمن هذا أيضا دكتور يعني بناء على يعني وأكد أنه بناء على طلب الرئيس الشرعي بلا شك ودقة هذه الضربات تأتي أيضا لما أمر به لما طلب به الرئيس اليمني في أن توجه هذه الضربات على هؤلاء المتمردين وعلى أنصار المخلوع نعم نعم الذين للأسف يعني هم يقتلون لان الشعب اليمني ويتسمون باسم الشعب اليمني هذا صحيح لعلي توقف دكتور ونسعد بأن يكون معنا دكتور مشعل العلي عضو مجلس الشورى دكتور مشعل مسأك الله بالخير الله يمسي كل الخير وضيفك الكريم والمستمعين المشاهدين وأهلا ومرحبا بكم نعم وإن شاء الله يوما سعيدا ومباركا على المملكة العربية السعودية دكتور مشعل علنا نعود إلى ما بدنا أنا وضيفة دكتور عبد المحسن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله لولي العهد وولي ولي العهد ومراء المناطق ووزير الحرص الوطني بزيارة الشهداء ومواساتهم وكذلك أيضا زيارة المصابين أهمية هذه الزيارات دكتور مشعل الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ولا حوله ولا قوة إلا بالله من نعم الله دل وعلى المملكة العربية السعودية أن ولاتها بررة حكام الصالحين وأهل الإنصاف لذلك تتجلى تلاحم الشعب مع القيادة بأبهى صورها مثل هذه المواقف العظيمة التي نرى أن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله يحاول جاهداً ويحاول الحقيقة ليثبت للعالم أجمع أن هذه الأمة أمةنا الحمد لله جعلها الله وسطاً لذلك تجد الحرص الدؤوب على أن يكون الشهداء الأبرار الذين هم تاجن على رأس كل مواطن وهم الحقيقة هم أنوار البلد الذين عيشوا فيها وفي كل بلاد الدنيا شهداء هم الحقيقة أنوار وهم الرواح الخالد التي الناس تعيشوا في دمائهم وتعيشوا على فدائهم فرحمه الله رحمة واسعة ولذلك نرى خادم الحرمين الشريفين ولي عزي الأمير الأمير محمد بن نايد بن عبدالله الحفظ هو الله وولي ولي العبد الأمير محمد بن سلمان نرى الحقيقة هناك إصراراً جائماً في مسألة أنهم لا بد من زيارة الشهداء وأهلهم وكذلك المكافاة وكذلك زيارة المصابين في المستشفيات والحرص على هذا الاسلوب الذي جعلوه على أنفسهم الحقيقة وإن كان يشق عليهم لأن نعلم مدى عمالهم ومدى شغلهم إلا أنهم يجعلون مثل من قدم نفسه ومثل هذه الأرواح الظاهرة أن لها فيما عظيم بين الناس وإن الموت الحقيقة هو حقاً على الناس ولله جل وعلا على العباد يوماً لا بد أن يموتنا في وساعة لا يستخرون عنها ولا يستخدمون ولكن هؤلاء بحجة أنهم ماتوا سهداء وماتوا أضراراً وماتوا مواطنين صالحين فلذلك لهم هذا السميز العظيم ولذلك نرى أن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه نجد أن المواطن على قدم المساواة عنده من قدم نفسه لهذا الوطن سواء كان في موطن اغتتال على الحدود أو من أجل أمن المملكة العربية السعودية الدافل أو من كان حريصاً على أن يعطي المعلومة السليمة الصحيحة إلى مخدرها لأن يكون هذا البلد آمناً مستفراً ولذلك رأينا آمن هذه المملكة العربية السعودية الذي حقيقة العالم كله ينظرون أنه مستاراً والعالم الإسلامي ينظرون أنها مستاراً لإستقرار دينها وطمأنينة في فجادها وتوارها وطمأنينة في فجلتهم ومحل مستفر بأمنهم حينما نرى الحرمين الشريفين أن هذا الشعور حاضراً شعور خادم الحرمين الشريفين شعور وليه ولي العهد الأمير محمد بناء الحافظه الله شعور ولي ولي العهد الحقيقة هذه الإنجازات العظيمة الذي كما ذكر ضيفك الحبيب الحقيقة نعم نرى أنه في الحجم حزماً عظيماً وعزماً على الحق وعلى إستاذ الحق وعلى الحقيقة إرجاع الحق إلى أهله حينما نرى أن هذه الخروقات الصبيعية التي قد تحصل الخروقات الأمنية على الحدود لا شك أن الحدود هي طويلة وكبيرة تصل إلى 1800 كيلومتر حينما نستشعر هذا الأمر نرى أن أي خط يأتي هو في حكم عادي في حالة الحروب ولكن لا نرى أن التهديد القوي الذي نرى له وجود حتى سنرى أثمار هذه العاصفة في إن شاء الله تعالى من مباحثات في نفسهم سيكون إن شاء الله تعالى لما فيه مصلحة اليمن وشعب اليمن وقيادة الشرعية وأن يكون اليمن وأهلي في استقرار لأنه حينما يستفر من حولنا نستفر نحن ولذلك هذا البدر العظيم وهذا الحقيقة هو الإصرار الزائع إذن دكتور رمش علي العلي عضو مجلس الشورى شكرا لك وشكرا لهذه الكلمات الرنانة وشكرا لهذه المداخلة مشاهدين الكرام فاصل ثم نعود ونتواصل مع ضيفنا وبرنامج الحدث ترجمة نانسي قنقر اشترك الآن في جريدة الشرق واربح آلاف الهدايا الثمينة هدية فورية لكل مشترك مع الشرق الجميع رابع أهلا بكم مشاهدين الكرام دكتور عبد المحسن الضربات الجوية ودقة هذه الضربات كما قلت السابقة وهي توجه على الحوثي وأوان الرئيس المخلوع ومخابئهم التي يخبئهم فيها السلاح لتدمير الشعب اليمني وهدم البناء التحتية البعض يرى أنه خروج لهؤلاء أنصار المخلوع ومتمردين الحوثيين هو بداية النهاية لهم خروجهم الآن المستمر ومنوشاتهم على حدود هو بلا شك أن يعني الضربات كانت موجعة الضربات الجوية وتحكم في المجال الجوي وتحكم في سماء اليمن ودقة هذه الضربات فهي بلا شك أنها موجعة وحققت أهدافها العسكرية هذا يعني يكاد يجزم به لمؤاخذة في التعبير الأصغر محل العسكري فبلا شك أن الضربات موجعة وأهدافها يعني تم تحقيقها وهي دقيقة وتحرك هذه الميليشيات لعل وعسى أنه بالذات التحرك الأخير أنه بداية النهاية لماذا؟ لأن القواعد دمرت التجمعات فرقت ومزقت ولله الحمد والمنى على الرغم من أنه ما زال هناك يتضح أنه هناك مخابئ وربما يعني تخرج لنا بعض الأسلحة وأنواعها وإلى آخره اتباعا لكن بلا شك أنه ضربات يعني دقيقة والأهداف حققت والتحرك الأخير هذا هو تغير في الاستراتيجية التي بدأتها ميليشيات الحوثي وأنصار الرئيس المخلوع فبدلا من الدفاع والمناوشات مع المقاومة الشعبية الآخذة في التوسع وفي التمدد لعلى الله عز وجل أن يسر الأمر وأن يتمكنوا أكثر فأكثر إن شاء الله فهذا هو يعني جعلهم يغيرون من استراتيجيتهم إلى أنهم يناوشوا لا أقول أنهم يهاجموا لأن المهاجمة تحتاج إلى يعني جيوش مدربة أو إلى آخره فالأمر لا يعد كونه سلاحك ويعني الطريق أو الجبل أو التلة أو ما شابه ذلك لا أستهيم بهذه القدرات يعني بهذه الدرجة ولكني أؤكد أنها تحركات فردية وليست تحركات ممنهجة لجيوش وإلى آخره ولذلك كانت مناوشات يسيرة تم التعامل معها ولله الحمد والمنا بحزم وعزم ويعني إفشالها تماما فهذا الجانب جانب يعني وإن تغير في الاستراتيجية إلا أنه جانب يعطي ريحية كاملة بأن الحد الجنوبي هو خط أحمر منطلقات هذه العاصفة هو العودة الاستقرار إلى اليمن عودة اليمن إلى اليمنين أصحاب الحق في بلادهم ليسوا أصحاب الأجندات الخارجية الذين هم ذراع يحقق بهم أجندات خارجية لأطراف أخرى ربما اليمن يعني أهمل ترك فترة من الزمن لم تأخذ الأمور بالحزم المناسب هي تأخذ الآن بلا شك مع بداية عاصفة الحزم وعاصفة الأمل وإن شاء الله تعالى نصل إلى أننا نحقق أهدافنا تامة ويعود الحكومة اليمنية إلى مقرها وتزاوي العملها يعود الأمن والاستقرار إلى اليمن السعيد أن يكون اليمن بالفعل سعيدا كما بدأ ونشأ ومر بمراحله وتاريخه العريق الجميل الكبير الذي لا يمكن أن ينسفه أي أحد فلذلك نتمنى أن هذه الأمور كلها تتحقق بأقرب وقت وفرصة ممكنة دكتور عبد المستن رسالة المقاومة الشعبية في عدة محافظات يمنية يعني تقاتل تقاتل المتمرد الحوثي وأيضا أنصار الرئيس المخلوع ومنعه حقيقة من دخول المحافظات طبعا فيه شهداء يعني لهذا التواغل الحوثي وهذا التواغل من أنصار المخلوع صدر قرار مجلس الأمن الدولي 2-2-1-6 للأسف الحوثي لم يمتثل لهذا القرار بالفعل إن أردنا الالتفات إلى الجانب القانوني أو النظامي أو الدولي فهناك ثلاثة قوانين صدرت من مجلس الأمن بشأن اليمن يعني أول قرار كان 2015 ثم أتبع بقرار آخر 2-2-2-1 ثم كان القرار الحاسم الذي كلل جهود المملكة العربية السعودية والمبادرة الخليجية وأيضا كل محب من العالم العربي والإسلامي والدولي لليمن الذي هو 2-2-16 هذا يعتبر نصر سواء كان الشرعية اليمنية الحكومة اليمنية وشعب اليمن وأيضا لكل من وقف من البداية مع عاصفة الحزم وعاصفة الأمن فهذه القرارات الثلاثة للأسف الشديد أنها لم تلقأ أي اهتمام من الحوثي ومن أنصار الرئيس المخلوع لم يعيروها أي اهتمام لماذا؟ لأنها في الحقيقة هي اعتراف دولي بأن ما أقدم عليه الحوثي وأتباعه والرئيس المخلوع وأتباعه هو خطأ هو توحد بالسلطة وبالرأي والبعد عن الحوار الوطني ومنتجاته ومقراراته والمبادرة الخليجية يعني نسف كل هذه الجهود تماما وجعلها خلف الظهر وعدل من منامره فلذلك سواء كان جينيف أو إعلان الرياض سابقا ومؤتمر الرياض كلها الحوثي لا يرغبها ولن يمتثل لها وسيمتثل إن شاء الله بإذن الله تعالى مجهدنا الكرام في ختام هذه الحلقة من برنامج الحدث أتوجه بالشكر جزيل باسمكم للضيفية دكتور عبد المحسن بن محمد سميح عميد مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز لحوال الحضرات بجامعات الإمام محمد بن سعود الإسرابي شكرا لك دكتور وننقاك إن شاء الله في لقاءة شكرا جزيلا على هذه الاستضافة وتمنى أن فيها الخير والنفر إن شاء الله وأنتم مشاهدين الكرام شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء